وفي موضوع متصل أعرب القائد العام للحرس الثوري الإيراني عن قلق الحرس إذا محصلت المفاوضات النعوية بين إيران والقوى العالمية ومسودت قرار مجلس ألم للدولي وضف اللواء علي جعفري في اللقاء مع تلفزيون الإيراني أنه يأمل في إزالة هذا القلق مؤكدا أنه ينبغي النظر فيما ستقول إليه النتائج على الصعيد العملي يتذلك بينما تأمل قوى المعارضة في إيران أن يؤدي اتفاق تهران مع مجموعة 5 زائد 1 إلى تخفيف القيود المفروضة على المعارضين الإصلاحيين في البلاد هذا تقرير زميل عصام أكرماوي في السنوات الأخيرة اضطر العديد من الإصلاحيين الإيرانيين إلى التزام الصمت ومنهم الرئيس الأسبق محمد خاتمي وغيره من الذين لا يصنفون بأنهم من المعادين لنظام ولاية الفقه والذين طالبوا بإجراء إصلاحات على النظام لكن التجارب الماضي تشير إلى أن النظام لا يتسامح مع أي نقد وأنه لا يتردد في اللجوء إلى العنف لتكميم أفواه المعارضين والإصلاحيين الذين لا يلتزمون بتعليمات المرشد الأعلى علي خمينئي ومنهم رئيس الأزراء الأسبق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان السابق مهدي كاروبي البروفيسور محمد كاروبي نجل مهدي كاروبي يقيم الآن في لندن وأعرب في حديث لبي بي سي عن أمله في أن يؤدي الاتفاق بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد إلى تخفيف قبضة المتشددين على الحكم والدي والسيد موسوي خضعاني للقامة الجبرية منذ عام 2011 لا يوجد أي تغيير لكنهم يأمنون في أن تتحسن الأوضاع في إيران لقد تعهض الرئيس الروحاني قبل سنتين للناخبين بإطلاق صراح زعماء المعارضة والسجناء السياسيين مؤيدون رئيس الحالي حسن الروحاني يشيرون إلى محاولاته المتكررة إدخال إصلاحات جذرية على النظام رغم معارضة المحافظين الذين استغلوا التوتر بين إيران والأسرة الدولية حول الملف النووي لتعزيز قبضتهم على الحكم ومعارضة عية إصلاحات في الوقت الحاضر تخنق العقوبات المواطنين العاديين الذين يدفعون تمن عاليا المتشددون أقلية لكنهم يستفيدون من العقوبات المفروضة على إيران في المقابل يرى البعض أن المتشددين ما يقلقهم من أي صفقة محتملة إذ يخشون أن تقود هذه الصفقة إلى تقارب إيراني مع الإصرة الدولية يؤدي إلى تشجيع الرئيس الروحاني على الشروع في إصلاحاته قبل موعد الانتخابات البرلمانية في شباط فبراير من العام المقبل روحاني سيستفيد من توقيع الاتفاق لكن مع مرور الوقت خاصة إذا كانت الفوائد الاقتصادية لا ترقى إلى التوقعات فإنه سيتعرض للضغط وهذا ما يطمح إليه المتشددون لأنهم لا يريدون أن يحصل روحاني على أي فوائد وهو ما سيساعدهم على القول إنه فشل أما المرشد الأعلى آية الله علي خمنيي فقد أشار إلى أن طهران لن تغير سياستها مع الولايات المتحدة أو علاقاتها حيال قضايا الشرق الأوسط وطالب السياسيين الإيرانيين بالتدقيق في الاتفاق لضمان أن المصالح الوطنية مصانة مؤكدا أن إيران لن تسمح بأي إخلال بمبادئها الثورية أو قدراتها الدفاعية وأشار خمنيي إلى أن الاتفاق لم يصدر به قانون بعد وأنه سيخضع لتدقيق متأنن وأثنى على الرئيس حسن الروحاني والمفاوضين الإيرانيين السلام كرماوي بي بي سي